اشتركوا في القناة 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 يمكن تشوف صورتها في نظارتك وعادين رقم اثنين حلوة تحسبتك بشارك والله اليوم ايضا كل الاخوان الموجودين هنا ينرحب فيكم ونتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق الدكتور غانم بن محمد بن عبيد الهاجري وايضا اللي اشوفه اني والله ما اشوفكم من دسين ما شاء الله عليكم ايضا الاخ علي مصبح والاخ محمد عيسى ابو شاب ان شاء الله يا ابو شاب يكون حليفكم حليف الاخوان كل من المشاركين اليوم ان شاء الله ان شاء الله على المشاركين اليوم ان شاء الله جزي всех موسيقى الفين وثلاثاش مولود الام الباليسيمو والاب ايفونا اي ومملوك لقباد سرجوق قائدي كل التوفيق ان شاء الله للجميع بعد قليل ان شاء الله سنتعرف على نتيجته يغادرنا ويحل محله ايضا صان او مهر جديد شوف شكله ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه هذا شوف رقبه بس عشان نتأكد ما نعطيكم معلومة خاطئة يا سلام للصقران لمربط صقران مربط صقران للخيول العربية اسكيو مولسان الاب اس علي شاه والام اربيلا مملوك لمربط صقران للخيول العربية نتعرف على نتيجة اياد البداية على المعادل والمصادع والدني عمر يبو صالد ندر كزبالا على المعادل والمصادع والدني في الفصيلة اياد البداير حصل على ثمانتاش ونص ثمانتاش ونص ثمانتاش ونص في الرأس والعنق حصل على ثمانتاش ونص ثمانتاش ونص ثمانتاش ونص ثمانتاش ونص الجسم والانسياب خمس سبعتاش ونص ثمانتاش ونص أما بالنسبة للقوائم خمستاش ونص خمستاش ستاح ستاح وأخيرا الحركة ثمانتاش ونص ثمانتاش 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 ثمانتا ثمانين فاصل تسعة لأياد البداير ثمانين نقطة فاصل تسعة من النقاط لأياد البداير المترجم للقناة 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 18-4-2013 وأبوه جيستش والأوم أولتيمايت فانسي التي نشوفها أمامنا على الشاشة تعرف الآن أننا نتيجة 212 SS نجوم في الفصيلة حصل 18.5-18.5-19.5-19.5-19.5 18-5-18.5-19.5-200.5-19.5-19.5-19.5-19.5-19.5-19.5-19. القوائم خمستاش ونص خمستاش ونص واخيرا في الحركة ثمانتاش 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 ثمانة ثمانين ثمانة ثمانين فاصل واحد من النقاط حصل عليها اس اس نجوم المملوك لسلطان محمد خليفة محمد اليحيائي ثمانتاش دخول جديد ايضا ب ميتين وارباطاش اللي نشوفها امامنا على الشاشة الان دي ساعي احمر مولود في خمستاش اربعة عالفين وثلاثاش الاب رويل كلارز والام شونيل ومال ملوك ليمار باطل عين تعرف على نتيجة اولتيمايت داستس بميتين وثلاثاش في الفصيلة حصل على ثمانتاش ونص ثمانتاش ونص تسعتاش تسعتاش ثمانتاش ونص الرأس والعنق ثمانتاش ونص ثمانتاش ونص ثمانتاش ونص ثمانتاش ونص تسعتاش الجسم والانسياب سبانتاش ونص سبانتاش ونص ثمانتاش ونص ثمانتاش ونص سبانتاش قوائم ستعتاش ستعتاش خمستاش ونص خمستاش ونص الحركة تسعتاش 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 ثمانتاش ونص تسعة وثمانين فاصلة ستة من النقاط حصل عليها اولتيمايت داستس المملوك لمربط المياس للخيوة العربية شوف دي ساعي اللي موجودة مامنا على الشاشة الان بيظهر وبنتعرف على ندجة بعد قليل ايضا دخول جديد لمهر جديد هذا المهر اللي نشوفه رقم 216 سطام الزبير مملوك لجمال خميس عبدالرحمن مراد المازمي سطام الزبير اللي نشوفه امامنا على الشاشة الان لونه احمر في 33 في 13 مولود متعرف على نتيجة دي ساعي اللي غادرنا في الفصيل على 18 ونص حصل 18 ونص 18 ونص 18 ونص يعني خمس مرات 18 ونص الرأس والعنق ايضا 18 ونص خمس مرات الجسم والانسيار 17 ونص خمس مرات القوائم هذا كله 15 ونص خمس مرات الحركة 18 18 18 18 18 18 88 فاصلة واحد من النقاط حصل عليها دي ساعي المملوك لمربط العين الجسم ذلك الضغير انحزم وصف انحزم شكرا شكرا أشقر لوني 23-2013 مولود الأب كنزل بداير والأم إمبريال براح ومملوك لفهد سالم سعيد بن عالكوه الزعاب نتعرف على نتيجة سطام الزبير في الفصيلة حصل على خمس مرات 19 ما شاء الله عليه 19-18-5 19-19-19-19 بالنسبة لي الرأس والعق الجسم والانسياب 18-5-18-18-18-18 القوائم 16-16-15-15-15-16 وأخيرا في الحركة 18-18-18-18-18-18-18-18-18-18 سطام الزبير حصل على تشعين نقطة سلطام الزبير المملوك لجمال خميس عبد الرحمن رايد المازمي حصل على تشعين نقطة ايضا دخول جديد لمهر جديد مائتين وتسعت عشر زويوني حلو اسمي زويوني لوني عشقر سبع عشرين اثنين الفين ثلاثة عشر الاب مران والام زناكزة ومال ملوك لمربط الجزيرة للخيول العربية لوني جميل ايضا نتعرف على نتيجة ادريس البداية رقم ميتين وسبعتاش اللي غادرنا في الفصيلة حصل على ثمانتاش ونص ثمانتاش ونص تسعتاش تسعتاش ثمانتاش ونص الرأس والعنق ثمانتاش ونص ثمانتاش ونص ثمانتاش ونص الجسم والانسياب ثمانتاش ونص ثمانتاش ونص ثمانتاش ونص القوائم ستاش ستاش خمستاش خمستاش ونص خمستاش ونص واخيرا للحركة ثمانتاش ونص ثمانتاش ونص ثمانتاش ونص ثمانتاش ونص ثمانتاش ونص 89 نقطة حصل عليها 217 دريس البداير المملوك لفهد سالم سعيد بن عالكور زحابي ايضا دخول جديد لمهر جديد بدون رقم رقم الطائح ما ينظر بنشوف رقمه بعد شوي 220 220 رقم 220 دي الياس مملوك لسيد محمد عيسى خليب بوشاب السويدي لونة احمر 22 2013 الاب اس جي لبيب والام سويزت ومملوك ل مثل ما ذكرنا محمد بن عيسى من خليب بوشاب السويدي نتيجة زويني حصل في الفصيلة حنالات 9.18 خليب coming up لاب الخليب س spear خigible عاني احمر المليوك الذي ينظر بن عدن احمر مصلEveryone السلطان ه unpgs جديدة واخيرا بالحركة تسعتاش تسعتاش ونص عفوا تسعتاش ونص تسعتاش ونص تسعتاش عشرين تسعتاش ونص تسعين فاصل خمسة من النقاط لزويني ويحتل المركز الاول الى الان لعضي الفصيلة تسعين فاصل خمسة ميتين وتسعتاش المملوك لمربط الجزيرة الخيول العربية والنصر بثنا الله مطمون واد مسألة وقت وخد ووعد وعهود جيشنا الباصل على كل الجهات سيلي جارك بيحمل حق ويدود عادل اتراب الوطن بالمنجزات بالفخر بالعز وبصدق الوعود جيشنا الباصل على كل الجهات سيلي جارك بيحمل حق ويدود عادل اتراب الوطن بالمنجزات بالفخر بالعز وبصدق الوعود والتبادل بالعفا والتغيات اشتركوا في القناة 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 سبعتاش سبعتاش القوائم خمستاش ونس ستاش خمستاش ونس ستاش خمستاش ونس تسعة وثمانين نقطة حصل عليها رقم 222 بركان البداية اذا هناك اليوم اغلى حصان اغلى فرس انباعت اغلى فرس انباعت في المزاد اليوم المزاد اللي حصل قبل شوية ب 700 الف درهم نعم اشتراها السيد احمد خالد احد من لاقي الخيول العربية ويحب لكن للأسف يشتري ويويد الخيل ليش ما ادري ما يشارك في البطلات يستمتع فيها بس في الاستابلات عنده في المزرعة بس فتقول للخيول يستمتع فيها ما يعني ما ما يشارك في البطولات أبدا بعد هذه هواي الله يبارجل ان شاء الله رب العالم هاي 223 قمر الدين قمر الدين البداير اللي نشوف في امامنا على الشاشة الآن مملوكة للسيد عادل عمر محمد احمد المرزوقي 18-12-2013 مولود هذا المهر وطبعا أبو زاهي البداير وأمه قمر البداير في الفصيلة اللي هو شلال الزبير 221 حصل على 18 18.5 19 19 18 ونص الرأس والعنق 18.5 19 19 19 19 19 19 20 19 22 25 اشتركوا في القناة 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 شكرا 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 دخول جديد أيضا لمهر جديد 226 اللي نشوفه أمامنا على الشاشة الآن فراس الشقب لوني أحمر 25-10-2012 مولود الأب مروان الشقب والأم رشق الشقب مملوك للسيد أحمد سعيد محمد صياح الهاملي الآن نتعرف على نتيجة 224-R-A-H فارس المملوك لعمر صيعري في الفصيلة حصل على 19-18.5-19-18.5-19 موسيقى 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 نشوف على الشاشة الآن وباقي عندنا إحصان واحد وبعدين ننتقل إلى العمر الأكبر اللي هو الفحول بعمر أربع سنوات دخول جديد أيضا دخول جديد ل 227 اللي تشوفها أمامنا على الشاشة الآن عين جيم كرمان لوني أشقر أربع عشرة 2012 مولود الأب عجمان من السكيون والأم خيرية بيجي عي مملوك لمربط طيار للخيول العربية هذا آخر واحد في هذه الفيئة في المهور بعمر ثلاثة سنوات وبعدين نشوف من هم اللي بيحصلون على أصحاب أو ثلاثة الفائزين اللي بيحصلون على الجائزة التشجيعية سيدي صاحب السمو الشيخ ميد براشد نشوف الآن نتيجة بعد قليل نتيجة فراش شقب نشوف الآن ت repaired اشتركوا في القناة واحدة لفراس الشيقاب المولوك السيد احمد سعيد صياحش هاملي وباقي عندنا مثل ما ذكرنا اللي هو حين جيم كرمان اخر واحد اللي نشوفه على الشاشة امامنا الان في هذه الفئة وبعدين من نتعرف على اصحاب الجوائز الجوائز السيدي صاحب السمو الشيخ حميد براشد النعيم التشجيعية اللي ملاك الخيول المواطنين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ما شاء الله اللي حصل خمس مرات على تسعتاش عين جيم كرمان وثمانتاش نوص تسعتاش 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 نوص تسعتاش في الرأس والانق الجسم والانشياب سبعتاش نوص سبعتاش نوص ثمانتاشر سبعتاشر نوص قوائم خمستاش ونص ستاش شتاش خمستاش ونص خمستاش ونص تسعة وثمانين فاصلة تسعة من النقاط أصل عليها عين جيم كارمان المملوك لي مربط الطيار للخيول العربية وبنوافقكم بعد قليل إن شاء الله بالنتائج النهائية والخمسة الفائزين الأوائل في هذه الفئة وبنعرف أيضا الثلاثة الفائزين في جائزة سيدة صاحب السمو الشيخ حميد براشد النعيمي التشجيعية لملاك الخيول المواطني نشوف إن شاء الله بعد قليل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مبروك للفائزين وندعو السيد عمر النعيمي رئيس قسم التوظيف والتوطين بمصرف عجمان نتفضل مشكورا لتسليم الجوائز على الفائزين وبعد ما تخلص اللي يخليك عندي واحد أبغي أوظفه إذا ما فيه مانع هذه طبعا نهني الفائزين ونهني السيد محمد حميد محمد حسن السويدي وأيضا نهني الأخوان في مربط الجزيرة ونهني السيد محمد بوشاب السويدي محمد عيسى خليفة بوشاب السويدي ونهني السيد جمال خميس عبد الرحمن المازمي وأيضا نهني الأخوان في مربط طيار على هذا الفوز ونتمنى لجميع كل التوفيق وبعد قليل إن شاء الله سنتعرف أيضا من هؤلاء الفائزين أو من الفائزين في هذا الشوط أو في هذه الأشواط التي مرت أشواط المهور طبعا بعمر سنة وعمر سنتين وثلاثة سنوات هذا الشوط الأخير سنتعرف على أصحاب طبعا الجوائز جوائز سيدي صاحب السمو أو جائزة سيدي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي التشجيعية لملاك الخيوة المواطنين على مستوى الإصطابلات أو على مستوى الأفراد نتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله وماشاء الله ما شاء الله ما شاء الله كل ما يكبر عمر الخيل كل ما تكبر الجائزة عندي الجائزة الأولى أربعين والثانية خمسة وعشرين والثالثة عشرين بنشوف إن شاء الله مبروك السيد أحمد خالد على الفرس مبروك 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 تستاهل الناموس وعلك فيزود إن شاء الله مبروك 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 مبروكوا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة